صدرت الأبحاث للمرة الأولى سنة 1948 عندما لم يكن في الوطن العربي مجلات علمية محكمة إلا باستثناءات بسيطة جدا ومنذ تلك السنة ظلت الأبحاث تطدر باستمرار دون انقطاع رغم كل الظروف الصعبة التي واجهت لبنان والجامعة أبحاث تطدر باستمرار دون انقطاع الأبحاث لأنها تطدر باستمرار دون انقطاع تطدر باستمرار دون انقطاع في الوطن العربية والفرنش أول رئيس للتحرير كان سعيد إحمادي ثم تبعه فؤاد صروف ونبيه أمين فارس بعد ذلك اللغوي الشهير محمود الهول وبعده الدكتور إحسان عباس وهو أشهر من أن يعرف ثم كان لي حظ رئاسة تحرير الأبحاث بعد ذلك سنة 1985 بعد أن تركت رئاسة تحريرها تولى ذلك الدكتور أصعد خير الله فترة من الزمن صروف القرارة التحرير من غاب الحمل ohマ throw موسيقى جميع شهير good 2 اسواتياد عباسة فترة بضع الدكتور معهر جرار وضع دكتور لينة شويري وضع المكتبت الثابات الماكسي سوك وضع الدكتور آميلى بيوان المجلات الغنية المتحدة من المجلات الغنية المتحدة من المجلات الغنية المتحدة بالطريف خالدي فريال غزول وداد القادي أليكساندر كنيش تشيس روبنسون مونيك برنارد جوليا بريل بياتريس كرندلر وعبد السلام المسادي ممتازة من المجلات الغنية والحقيقة أن الأبحاث من المجلات الغنية جدا محتوى ومضمونا أضرب مثلا واحدا على ذلك هو الفهارس التي صنعناها سنة 1989 لأربعين سنة من صدور الأبحاث هي هذه الفهارس وإن نظرة سريعة إلى محتواها بالعربية والإنجليزية يظهر الأسماء الكبيرة التي شاركت في تزويد الأبحاث بالدراسات والمقالات مثل قسطنطين زريق وإحسان عباس ومن الأجانب الكثير أشخاص مثل جورج بواس وكيس فرشتيخ ومايكل كارتر وهم كثير أيضا أبحاث يساعد في التعليم المتحدة أيضا على قصة الكتابة بحيث المتحدة من الكتابة القلوبة إلى العربية وماية العربية من الأفكار القلوبة إلى العربية الأفكار القلوبة إلى العربية سنحرك فرشتي كريم لذلك ي some way هذا يأتي بساعل والتاعدة المتحدة في عربية تشاركت البائعة لانتعلم أن يكونوا من تفعل المنظمة القلوبة الآن نحن نحاول أن ننهضة بالمجلة من جديد وهذا الاختيار لشخصين يمثل أحدهما الجيل القديم بخبرته ويمثل الآخر الجيل الجديد بحيويته ونشاطه الكبيرين أظن أنه خلطة ناجحة للأبحاث أرجو للأبحاث أن تنجح دائما كما كانت ناجحة وأعتمد على علماء وأصدقاء وباحثين أن يزودون بما لديهم لأننا ننشر وبسرعة ولا نبطئ بالعربية والإنجليزية والفرنسية أيضا ترجمة نانسي قنقر